وصلت اليوم الدفعة السادسة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى سرطانة عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله بعلاج ألف طفل فلسطيني من المصابين وعلاج ألف من المصابين بأمراض السرطان من قطع غزة في مستشفيات دولة الإمارات وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية في مطار أبوظبي وعلى متنها واحد وستون من الذين يحتاجون للرعاية الطبية بالإضافة لواحد وسبعين مرافقا من عائلاتهم وتعمل المستشفيات المخصصة لاستقبال وعلاج حالات المصابين ومرضى السرطان في دولة الإمارات على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية لهم